للأسف الشديد هجئنا بإغلاق باب الصغارة في وجوهنا هذا هو حال طلاب اليمنيين المبتعثين في تونس والمغرب والسودان ولبنان وغيرها من الدول فمن بين 38 دولة يدرس فيها الطلاب اليمنيون صرفت الحكومة مستحقات مبتعثيها في 15 دولة فقط بينما تركت الآخرين لمصيرهم المجهول وصل الحال ببعض الطلاب أنه لم يجد ما يسد به رمقه والبعض الآخر اضطر لإخلاء المنازل لعجزه عن دفع إيجار السكن وأوقفت الجامعات بعضهم لتأخرهم عن دفع الرسوم الدراسية من يوصفون بأنهم مستقبل اليمن الجديد هاهم في العراء أو على أرصفة السفارات بلا مصاريف ضرورية تحمل عنهم هم السكن والأكل والشرب على هذه الحال منذ أكثر من خمسة أشهر دون تحرق لائق من قبل الحكومة الشرعية منذ بدء احتجاجات الطلاب للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة بدت الحكومة في تعاملها مع هذا الملف كمطفأة للحرائق فحيثما اشتعلت حدة الاحتجاجات في دولة ما سعت الحكومة لإرسال مستحقات الطلاب في هذه الدولة فقط واستمرار حرمان الآخرين بالرغم من توجيهات رئيس الوزراء الواضحة لللجنة المختصة بصرف مستحقات جميع الطلاب في الخارج بالنسبة لأعلن تضامني المطلق لأنها قضية بصراحة موجعة جدا لم يعد أمام الطلاب ما يمكن أن يخسروه وهم يفترشون صالات السفارات في العديد من الدول أما في تونس فحتى بلاط السفارة لم يسمح للطلاب أن يفترشوه فقد منعهم السفير من دخول مبنى السفارة لإيصال رسالتهم الاحتجاجية يتساءل هؤلاء إلى متى ستظل الحقوق الأساسية مطلبا صعب المنال وهل سيتطلب الأمر حملة احتجاجية كل ثلاثة أشهر للحصول على المستحقات سؤال ينتظر الإجابة عنه من قبل الحكومة الشرعية لحصم ملف من المعيب أن يظل على الطاولة طويلا